نتكلم عن مباراة الأهل ووادي دجلة ريني فييلر أعلن قايمة النادي الأهل لمباراة وادي دجلة ضم في هذه القايمة عشرين لعب في حراسة المرمى السلاسي محمد الشناوي، شريف إكرامي وعلي لطفي خط الدفاع رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، أحمد فتحي، محمد هاني خط الوسط الارتكاز حسام عشور، عمر السلية، أليود يانج خط الوسط المهاجم محمد مجدي أفشا، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي، وأحمد الشيخ في خط الهجوم وليد أزارو، مروان محسن، جونيور أجا ييه دي قايمة النادي الأهل استعدادة لمباراة وادي دجلة ياسر إبراهيم موجود في القايمة مع رامي ربيعة، أحمد فتحي ورامي ربيعة موجودين محمود وحيق، زهير أيصر ومحمد هاني، عشور السلية، أليود يانج وليد أزارو موجود في القايمة مع مروان محسن وجونيور أجا ييه وتميز في وسط الملعب المهاجب لعبين متميزين أفشا، وليد سليمان، حسين الشحات، رمضان صبحي، وأحمد الشيخ